ومن الخرطوم ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي صديق دلاي سيد صديق بعد التحية بعد تصريح وزير العدل السوداني هل ينتهي الجدل بشأن السلام بين تلابيب والخرطوم نعم لغت تقير العالم قبل ثورة ديسمبر وقبر حديث السيد وزير العدل السيد وزير العدل مخول هو وحكومته من ثورة ديسمبر وهي ثورة وانتفاضة عظيمة أقوى حتى من الانتخابات هذا من ناحية الناحية الأخرى أن التقيير في التعاطي مع القضية الفلسطينية له طاريخ بعيد لم يكن من الخرطوم لكنه كان من واشنطن حينما تم إبرامة الاتفاق النوعي الخطير في أوسلو سنة 93 هذا الاتفاق يعني ببساطة إنهاء فكرة هجوم الجيوش العربية إلى تل أبيب لإحتلالها وإعادة الغطس هذا الاتفاق الخطير والنوعي الذي غير من مسار ومزاج القضية الفلسطينية كأولوية في القلوب العربية والإسلامية كان مبعثه واشنطن وليس الخرطوم ناحية الأخرى أن الشعب السوداني بإحساسه وبقيامه وبمواقفه هو مع القضية الفلسطينية وفي عمق ومن عمق اتفاق أوصله هناك بل أساسي أن تعيش إسرائيل الدولة في سلام وأمان في محيطها العربي ونحن لسنا في محيطها العربي الأحزاب التي احتجت على ما تم من اتفاق غبل يومين هي أحزاب سقيرة وعمرها البيانات لن تقير مثل هذا القرار الكبير نحن طوال ثلاثة أيام لم نشهد أي احتياجات في المنابر الجمعة أو غيرها هناك رضا عام والرأي العام طيب سيد صديت نعم في ضوء معارضة البعض لاتفاق السلام بين السودان وإسرائيل ما هي فرص نجاح هذا الاتفاق في تحقيق ما يصب إليه السودانيون ما يصب إليه السودانيون هو إقامة علاقات عادية ومعتدلة ضمن الشراكة العالمية نحن دولة حرة ومستقلة ولها سيادة من وحي سورة الشعبية وانتفاض ضخمة اعترف لها العالم بسلميتها وبتوجهها الحر اتجاق قضايا العالم نحن سنشارك في سلام العالم وسنشارك في القيم الإيجابية الأحزاب التي سجلت احتجاج على هذا الاتفاق هي أحزاب ضعيفة وبلا جماهير ما احترامنا الكبير لمواقفها ولكن الشارع السوداني بأشواقه وبأمنياته وبقيمه المرعية سكران مع هذا الاتفاق لأن هناك دول سابقة قريبة من إسرائيل وقريبة من المحيط الجغرافي لإسرائيل هي التي صبعت وسبقت السودان الخرطوم ما زالت أشكرك شكرا جزيلا ما وصلت الفكرة الكاتب والمحلل السياسي صديق دلاي كنت معنا من الخرطوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر